موسيقى اهلا مع النبو على والله يبدو ان تجنيد مقاتلين اجانب للقتال ضمن صفوف ميليشيا حزب الله في سوريا لم يقتصر على اللبنانيين والحثيين والعراقيين والارانيين فقط وانما شمل العمالة المصرية الوافدة الى لبنان ايضا فبحسب المركز الاعلامي السوري شهد عناصر من حزب الله في احياء مدينة حمص الموالية وهم يتحدثون اللهجة المصرية وقال المركز انه اجر عدة اتصالات مع زملاء له في لبنان تأكد من خلالها ان الحزب يقوم بتجنيد العملة المصرية في لبنان للقتال كخط خلفي بسوريا وذلك في خطوة يستغل فيها الحزب العملة الوافدة المخالفة والبحثة عن عمل عن طريق تجنيدها وتأمين المأكل والمشرب لها من جهة اخرى كشفت مصادر عراقية مطلعة في محافظة الانبار غربي البلاد عن قيام الحكومة العراقية برئاسة نور المالكي بامداد نظام الاسد الاسبوع الماضي بشحنات من الاسلحة وفرق من الخبراء الامنيين والعسكريين واكدت المصادر ذاتها لصحيفة المستقبل اللبنانية ان ارسال عدد من فرق الجيش العراقي والقوات الخاصة العراقية الى الانبار خلال الفترة الماضية جاء تحت ذريعة القيام بعملية امنية واسعة في الصحراء الغربية من المحافظة لمقاتلة تنظيم القاعدة وتدمير اوكارهم وذلك للتغطية على الدعم العسكري المقدم للنظام من جانبه نقل مركز حلب الاعلامي عن مصادر وصفها بالمطلعة ان هناك تجمعات كبيرة لميليشيات عراقية شيعية وعناصر من الحرس الثوري الايراني والاستخبارات العسكرية الايرانية على الحدود السورية العراقية قرب معبر الوليد وبحسب المراقبين فان تلك القوات تنتظر الدخول الى سوريا وذلك لفتح جبهة قتال جديدة على الجهة الشرقية لفك الضغط عن قوات النظام وميليشيات حزب الله في الاقصير في خطوة استراتيجية تضمن تخفيف حدة القتال الدائر على الجبهة الغربية حيث تواجه قوات النظام وميليشياته مقاومة عنيفة من الجيش الحر